مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الذي يأتيكم من قناة الجزائر الدولية في المستهل جرى رئيس الجزائري عبد المجيد تابون حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العام لدى المجالس القضائية حسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية شملت الحركة تحويل أربعة رؤساء مجالس قضائية ستة نواب عامين وترقيت ثمانية عشر قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام وإنهاء مهامي سبعة رؤساء مجالس قضائية وتسعة نواب عامين وبحسب البيان فإن هذه الحركة تهدف إلى إعطاء ديناميكية لسير الجهة القضائية وتحسين نوعية أدائها من خلال تعيين كفاءة قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طول كرم وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشاب محمود أبو سعن البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أصيب برصاصة في رأسه أطلقها جنود الاحتلال عليه من مسافة الصفر تم نقله إلى المستشفى ليعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بجروحه خرج المئات من المواطنين النجريين في العاصمة نيام احتفالا بذكرى الثالفة والستين لاستقلال البلاد عن فرنسا وتجمع المتظاهرون في ساحة الاستقلال بدعوة من حركة أم إثنين وستين وهي ائتلاف يضم منظمة المجتمع المدني السيادية وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة لتدخل الأجنبي أو التواجد الفرنسي في البلاد ورافضة العقوبات المفروضة على النيجر في أعقاب إعلان الإنقلابيين الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل أيام لا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ولا لاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا لا لأي قوة تريد زعزعة استقرار بلدنا نريد أن تشرع بلادنا في طريق سيادتها وكرامة شعبها ونشكر بحرارة السلطات المالية والبوركينابية والغينية والجزائرية والموريتانية وجميع السلطات الإفريقية التي أبدت تضامنها النشط مع بلدنا أنا أنتظر هذا اليوم أنا هنا من أجل بلدي وأنا مستعدة للموت من أجل بلدي لأنني لست سياسية أنا هنا من أجل بلدي وأنا هنا من أجل الأمة ومن أجل السلام اليوم المعتد الأول على بلادنا هو إكواس لذا فهو أمر مخص حقا وغير مقبول ولا يمكننا قبوله ولا يمكننا الاعتراف به وندعو حقا جميع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأخرى إلى دعم نيجر وعدم السماح بعدوان آخر على بلد من دول إكواس يجب أن يفهم العالم أن محنة إفريقيا هي السلطات الفرنسية لأن الفرنسيين مواطنون مثلنا لذلك لا يمكن أن نكرههم لكننا نكره سلطاتهم لأنهم تسببوا في الكثير من الضرر لبلدنا وفي الحقيقة الكثير جدا قال قائد الإنقلاب في نيجر عبد الرحمة تشياني إنما سمي بالمجلس الوطني لحماية الوطن تلقى صدمة بشأن العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ووصف تشياني في كلمة بثها تلفزيون نيجري العقوبات بغير القانونية وغير العادلة وغير الإنسانية مشددا على أن بلاده لن ترضخ للضغوط لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة متوجها إلى الشعب بالقول إن الأسبوع والأشهر القادمة ستكون صعبة على البلاد علم النيجريون بالعقوبات غير القانونية والظالمة واللاإنسانية التي فرضتها عليهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا فوق كل شيء هي غير مسبوقة إننا نرفض أي تدخل في شؤون الداخلية للنيجر ونرفض مطالبة أي طرفين بمعاقبة المجلس الوطني لحماية الوطن أعلنت ألمانيا إجلاء نحو 60 مواطنا ألمانيا جوا من النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم وأفادت وزارة الخارجية العلمانية في بيان لها أمس الخميس بأن قائمة المواطنين الألمان الذين ما زالوا في النيجر تضم موظف السفارة ورجالا من الجيش هذا وتمت عملية الإجلاء المواطنين الألمان على متن طائرة فرنسية أعلنت وزيرة الخارجية السينيغالية أتياسا تالصال الخميس أن الدكار ستشارك في أي تدخل عسكري في النيجر إذا قررت منظمة إكواس ذلك في أعقاب الانقلاب الحاصل على الحكم وفي مؤتمر صحفي أكدت وزيرة الخارجية السينيغالية مع تبرته الالتزامات الدولية لبلادها تجاه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مضيفة أن السينيغال لا يمكن أن تتهرب من القرارات التي تتخذها إكواس لماذا يجب على جنودنا الذهاب إلى هناك؟ نحن في منظمة مجتمعية تسمى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والسينيغال لديها التزامات دولية معها ولا يمكن أن نكون عضو في المجموعة وأن نتهرب من القرارات التي يتخذها قادة دول المجموعة لماذا لم نفعل ذلك في مالي؟ لماذا لم نفعل ذلك في غينيا؟ لماذا لم نفعل ذلك في بوركينافاسو؟ لماذا نفعل ذلك في النيجر؟ إذا أعطيت إجابة فسأقول بكل بساطة إنها خرجة كبيرة ولكن إذا أعطيت الجواب الحقيقي فذلك لأن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أرادت اختبار صبرها وأجهزتها حتى النهاية أعلنت نيجيريا قطع الكهرباء عن النيجر التي تزودها بـ 70% من حاجاتها من الطاقة كما بدأت كل من البنين وكوديفوار تطبيق العقوبات التي أعلنت مجموعة إكواس فرضها على نيامي وكان وفد من إكواس قد وصل الأربعاء إلى النيجر لعقد مفاوضات مع قادة الانقلاب دع الرئيس الأمريكي يوجو بايدن إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم وحماية الديمقراطية في نيامي جاء في بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يدعو للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وحماية الديمقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر إلى ذلك قالت الخارجية الأمريكية الخميسين الوزير أنطوني بلينكين أجرم كلمات أهاتفية مع الرئيس النيجري محمد بازوم أبلغه فيها بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة في النيجر بلينكين وفي خطاب له مع شباب أثارقة قال إن الولايات المتحدة وشركاء أهل أثارقة لن يتمكن من مواجهة التحديات الراهنة إلا بتعاون المستمر مشيرا إلى أن الوضع في النيجر يعكس اضطرابا غير مسبوق هذه مشاكل كبيرة وكبيرة وكلها تاتي في وقت من التغيير والاضطراب غير المسبوق الأكيد أن لديكم أفكار حول كيفية مواجهة هذه التحديات في مجتمعاتكم في مناطقكم في الواقع في جميع أنحاء العالم بلداننا الولايات المتحدة وشركاؤنا في إفريقيا لا يمكننا مواجهة هذه التحديات ولا يمكننا تحقيق نتائج فعلية لشعبنا إلا إذا تعاوننا كشركاء متساوين ويجب أن يستمر هذا التعاون آلنت فرنسا الخميس عن انتهاء عملية إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في منشور لها أن تاريس أجلت ألفا وستة وسبعين شخصا بينهم خمسمائة وسبعة وسبعون فرنسيا من جهته قال وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لو كورنو في تصريح له إن الرعاية الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم هم بأمان أعلنت الحكومة الكينية عن القضاء على أكثر من ستين عنصرا من حركة الشباب الإرهابية عند تقاطع نهر لامونطان شمال شرق البلاد وأشارت وزارة الداخلية الكينية إلى أن ما يقارب ستين إرهابيا هاجموا أربع حافلات كانت تقل أكثر من مئتي راكب قبل أن تتدخل قوة الأمن الكينية وبحسب الأنباء الكينية فقد توفي شخصان متأثرين بجروح ناجمة عن عيورة نارية خلال الهجوم وأصيب عشرة آخرون بدرجات متفاوتة في حين فقد عدد غير محدد أو فقد عدد غير محدد من الأشخاص في الصومال أعلنت السلطة الخميس عن مقتل 160 عنصرا من حركة الشباب الإرهابية خلال عمليات شنتها قوات الجيش مؤخرا في مناطق متفرقة من البلاد قال وزير الإعلام في الحكومة الصومالية داود أويس جامع في تصريحات صحفية إنه جار القضاء على مئة عنصر من المسلحين في عملية عسكرية على الحدود بين محافظتي شبلي الوسطى وغالدود مضيفا أن عملية أخرى وقعت في منطقة غوف غادود بوري التابعة لمحافظة باي أسفرت عدد مقتل 60 مسلحا ولفت الوزير إلى أن العملية العسكرية أسفرت أيضا عن تدمير عدة قواعد للحركة بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية في ليبيا التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتل برئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة الوضع السياسي في البلاد اللقاء يأتي بعد خلاف بين مجلس النواب والبحثة الأممية خاصة على خلفية مرافعة المجلس لتشكيل حكومة جديدة تمهد للانتخابات في محاولة للاستدراك وكتم الغضب الطاغ على ردود الفعل التي أثارها بيان البعثة الأممية للدعم في البلاد منتقدا خريطة طريق اعتمدها مجلس النواب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي يلتقي رئيس المجلس عقيلة صالح مؤكدا مناقشتهم الوضع السياسي الراهن مع تركيز باتيلي على الحاجة الملحة لتنفيذ الإطار القانوني للجنة 6 زائد 6 ناقشنا الوضع السياسي في ليبيا مع التركيز على الحاجة الملحة لوضع لمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي أعادته لجنة 6 زائد 6 ليكون قابلا للتنفيذ وفي الاجتماع شددت على أهمية تأمين تأييد الأطراف الليبية الرئيسية الأخرى لضمان شمولية العملية الانتخابية واتفقنا على أن للمواطنين في ليبيا الحق في اختيار قادتهم من خلال عملية شفافة في بيئة آمنة أصل الجدل الذي أثاره البيان الأممي هو وصف خريطة طريق التي اعتمادها مجلس النواب بالأحادية كونها تتضمن تشكيل حكومة جديدة تتولى تحضير للانتخابات المجلس اتهم البعث بالعمل ضد التوافق الليبي موقف عرضه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة بتأكيده أن لا تمديد ولا مرحلة انتقالية أخرى أو حكومات موازية إن كل من يحاول العبد باختراع مناورات جديدة للتمديد بمراحل انتقالية جديدة هدفه الحقيقي هو إفساد حالة الاستقرار حتى تفشل الانتخابات لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ونحن بعون الله مستمرونا في مهمتنا الوطنية حتى الوصول للهدف المنسوط بعد القصور الذي رأته البعثة الأممية في خريطة طريق مجلسي النواب والدولة تستمر المحاولات بين الجانبين في وقت يرتقب انعقاد جلسة لمجلس الأمن خلال أوت الجاري واستقلق بالغ سببه تأخر الاتفاق على قانون الانتخابات هذا وطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيب مختلف الأطراف الليبية بتحمل مسؤوليتهم وترك الفرصة للمبادرات والمبادرات التي تضمن قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ إن ذلك اليوم يختم على الجميع أو يحتم على الجميع تحمل مسؤولياته وترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ أقول لكل الساعيين وراء السلطة واللهتين خلفها بكل الطرق إن كنتم صادقين أعطوا الشعب حق اختيار حاكمين هذا الشعب العظيم الذي فتحتم في وجهه صناديق الدخيرة والمتفجرات افتحوا له صناديق الاقتراع والانتخاب جدد الرئيس التونسي قيسس عيد تأكيد على ضرورة تبافر الجهود من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في الحياة والعدل والحرية وفق ما أفاد به بيان للرئاسة التونسية سعيد وخلال استقباله رئيس مجلس النوب إبراهيم بودربال شدد على وجوب رفع شتى أنواع التحديات التي تواجهها بلاده نتيجة لسياسات سابقة يرتقي عدد غير قليل منها إلى مرتبة الجريمة في حق الشعب التونسي المصدر ذاته أضاف أن الرئيس نوها أن الشعب التونسي وفي ظل تقلبات دولية متسارعة يرفض أن يكون مجددا من ضحايا السياسات السابقة أعلنت الإدارة العامة للحرس التونسي مساء أمس الخميس عن انتشال أربعة جثث لمهاجرين غير شرعيين وإنقاذ مئة وخمسة وسبعين آخرين إثر غارق مركبهم قبلة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي إن مركب المهاجرين غير الشرعيين كان قد انطلق من سواحل محافظة سفاقس باتجاه السواحل الإيطالية قبل أن يغرق في البحر مشيرا إلى أن الأبحاث جارية لتحديد هوية وجنسيات الجفاف التي تم انتشالها في موضوع آخر دعا السفير الصحراوي بأنغولا حمد الخليل مبارأ الدولة الأفريقية إلى الضغط على النظام المغربي بغية الانصياع للشرعية الدولية في الصحراء الغربية الدبلوماسي الصحراوي وخلال استقباله من قبل رئيسة البرلمان الأنغولي بمقر البرلمان بالعاصمة لواندا أطلع رئيسة السلطة التشريعية الأنغولية على آخر المستجدات والتطورات التي تعرفها القضية الصحراوية على المستويات كافة خاصة بعد عودة العمل المسلح نتيجة الخرق المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار في الثالث عشر نوفمبر الفين وعشرين كما عبر السفير الصحراوي لرئيسة البرلمان الأنغولي عن عزم الجمهورية الصحراوية على تعزيز وتعميق علاقات التعاون القائمة بين البلدين تتواصل لليوم الثالث فعالية الطبعة الحادية عشرة للجامعات الصيفية لإطارات جبهة البوليزاريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بمشاركة حوالي أربعمائة إطار يمثلون مختلف مؤسسة وهيئات الجمهورية الصحراوية وتنظم هذه التظاهر التي تتواصل على مدار خمسة عشر يوما وتحمل اسم شهيد عبدالله الحبيب البلال بكلية العلوم السياسية ببدواء ولاية بمردس شرق الجزائر تحت شعار نصف قرن من الصمود إصرار على فرض الوجود هذا وجدد السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر الذي يمثل سفراء دول صديقة للجمهورية الصحراوية خلال مراسم الافتتاح دعمهم للقضية الصحراوية ولكفاح الشعب الصحراوي حتى نيل الحرية والاستقلال أفاد آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط المغربية بارتفاع قياسي لعدد البطلين في المغرب حيث تجاوز المليون ونصف المليون بطال وخلال الفصل الثاني من العام الجاري الهيئة المغربية قالت إن العدد مرشح للارتفاع في ظل التدهور الكبير الذي يشهده اقتصاد المملكة تقرير تلو الآخر وبيانات تؤكد أخرى تكشف كلها عن تعمق لازمة الاقتصادية بالمغرب وارتداداتها الاجتماعية المندوبية المغربية السامية للتخطيط وفي تشريحها لواقع الشغل بالمملكة خلال الفصل الثاني من العام الجاري كشفت عن ارتفاع قياسي مخيف لعدد البطالين في البلاد فاق المليون ونصف المليون عاطل بزيادتين قدرت بقرابة ربع مليون بطال جديد مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية الهيئة المغربية أضافت أن عدد البطالين في المدن قفز من 15% إلى 16% في حين ارتفع عدد البطالين في الأرياث بنسبة 1.5% حيث كان في حدود 4.2% قبل أن يبلغ 5.7% المسح الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط والذي مس جميع المؤهلين للعمل كشف عن ارتفاع عدد البطالين الرجال من 9.9% إلى 11% بزيادة قدرت بـ 1.9% أما في فئة النساء فقد قفز عدد العاطلة عن العمل من 15.1% إلى 17% فئة شباب الأقل من 40 سنة كانت الأكثر تضررا من أزمة البطالة التي تشتاح المغرب وفق المندوبية السامية للتخطيط حيث بلغت البطالة وسطهم أكثر من 53% بعدما كان 48% ووفق الإحصائيات ذاتها فقد فقد اقتصاد المغرب نحو 86 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي أرقام ومؤشرة تضاعف الضغط على الحكومة وفق خبراء في سياق متسم بعدم تحقيق معدل نمو اقتصادي يمكن أن يستوعب الوافدين الجدد على سوق العمل حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان جب ميقاتي من كارثة بنهاية الشهر الجاري وأكدنا أن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية وقال ميقاتي في بيان له إن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصر في لبنان وسيم منصوري وأضف أن خطة منصوري تنسجم مع خطة الحكومة وأن هدفنا إقرار هذه الخطة من أجل إنقاذ البلاد أدانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الخميس ما وصفته الاستهداف العشوائي للمدنيين والمرافق العامة من جانب قوات الدعم السريع خاصة في محلية سرب غرب دارفور وعبرت البحثة في بيان لها عن قلقها العميق إزاء تداعية الصراع على المدنيين في إقليم دارفور مشيرة إلى وجود حوادر استهداف مشابهة أيضا في نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسط الإقليم البيان أشار إلى أن هناك قلقا مسجلا أيضا من التقارير التي تفيد بمنع المدنيين من النزوح إلى أماكن أكثر أمانا ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من عشرين مليون سودانيين يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد وأوضحت المنظمة الأممية في بيان أن عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد تضعف في السودان وصفة الوضع في البلاد بالحرج خصوصا مع تسجيل أكثر من 6 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد قالت منسقة الأمم المتحدة لمنع المجاعة والاستجابة لها رانيا غيلاني الخميس إن أكثر من 250 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع الحاد في 2022 وهو أعلى معدل في السنوات الأخيرة وأوضحت المسؤولات الأممية أن أكثر من 350 ألف شخص أعلى الصعيد العالمي يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة في سبعة بلدان تأثرت جميعها بالنزاع المسلح أو العنف الشديد يجب أن يكون خطر المجاعة خطا أحمر مع ذلك بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد ربع مليار في العام الماضي هذا هو أعلى تسجيل في السنوات الأخيرة من بين هؤلاء حوالي 376 ألف شخص يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة في سبعة بلدان 35 مليون شخص آخرونهم على حفة الهاوية مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمسن الخميس أمام محكمة في واشنطن على خلفية التحقيقات بشأن جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020 شملت اللائحة الأخيرة التي جاءت على خلفية التحقيقات تهما ينظر إليها أو ينظر إليها على أنها أخطر خيانة ارتكبها رئيس سابق تجاه واجبته الدستورية عندما حاول البقاء في البيت الأبيض بعد خسارته الانتخابات في 2020 في مخالفة للتقليد الأمريكي المتمثل في ضمان الانتقال السلمي للسلطة عفرت سلطة ليبيا على تمثال ذئب بنغازي كان منصوبا في الماضي على عمود وسط مدينة بنغازي قبل اختفائه منذ عقود التمثال عثر عليه بأحدى المزارع لبنغازي بعدما تم شرائه من سوق الخردوات منذ سنوات عديدة في هذه المزرعة قرب مدينة بنغازي ليبيا وفي مكان مفتوح أسفل شجرة وارفة بجوار شرفة منزل سعيد محمد بوربيدا ذي ثمانين حاما ظل تمثال أنثى ذئب ضخم مصنوع من البرونز يجسد ما يعرف بذئبة كابيتولينيا التي تصور مشهداً أسطولياً من روم القديمة كان منصوباً وسط بنغازي من طرف السلطات الإيطالية الاستعمارية في ثلاثينيات القرن الماضي كنوع من تعزيز الصلة بين الحكم الروماني لليبيا قديماً والحكم الاستعمار الإطالي الحديث للبلاد مالك المزرعة أكد أنه اشترت تمثال من ساحة للخردة بعدما أعجب بشكله مشيت أنا بالصدفة أنا ما عندي ورشمت على صهر معادن وكذا لقيت التمثالات لقيتها مطوع في الخردة وصاحبه مشرف فيه بالحيل لجلنا كان يعتبر زي محرمات لجلنا هذا في النيو وعلى أساس أن هذا تراث استعماري وكذا وإنه فأنا لما شفتها يعني جذبني شكله وصنحته وكذا يعني فاشتريتها منها خيرتها منها السلطات الليبية تمكنت من استرجاع التمثال بعدما تلقت بلاغاً بخصوص وجوده في مزرعة سعيد محمد بوربيدا الذي استبعدت السلطات الليبية معرفته بأن التمثال لا يزال ملكية عامة نحنا في مراقب تفارب الغازي كانت مختفية علينا في مدينة الغازي طبعاً جاءنا خبر ممكن قبل ثلاثة أربع أيام بوجودها في أحد مزارع تم التوجه المزرعة وجلب هذه الذئبة المواطن السعيد محمد بوربيدا اللي هو صاحب المزرعة وكان شخص متعاون جداً لأفادني أنه ممكن أن أخذت منها تاريخ الثمانينة أكدت منها لأنه قال لي بعد تطيحتها الثمانينة لاشتراها من الرابط وعاجب تشاكل أكرمها في المزرعة أنتعتها بعد استرجاع تمثال أنثى الذئب البرونزي الذي يعد واحداً من القطع الأثرية الليبية الثمينة تستعد سلطات الليبية لترميمه عقب وضعه أمام قسم الأثار في بنغازي مستنداً على كتر نسمانتية ختم هذه النشرة تابعونا على مختلف الروابطين الظاهرة أسفل الشاشة نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة